الاتفاق حتى اليوم بين حكومات الدول العربية على عودة سوريا إلى جميع الدول العربية هذا ما عكسه اختتام وزراء تسع دول عربية اجتماعهم في مدينة جدة سعودية دون التوصل لقرار بهذا الشأن وتأكدهم على ضرورة مواصلة المحادثات للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري وهو ما أكدته أيضا صحيفة نيويورك تامز الأمريكية التي قالت أن الدول العربية التي اجتمعت في جدة لم تتوحد على رأي واحد يعيد الأسد إلى الجامعة العربية بعد سنوات طويلة من نبده الاجتماع الذي جاء عقب زيارة وزير خارجية نظام سوري فيصل المخداد للسعودية لأول مرة منذ قطع الرياض العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012 شدد بحسب بيان الخارجية السعودية على أن الخيار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وبدور وجهد عربي في إشارة إلى رفض التداخلات الإيرانية والروسية صحيفة فينينشل تايمز البريطانية قالت أن السعودية لا تزال تطالب نظام بشار الأسد بشروط عليه الالتزام بها بما في ذلك إحراز تقدم بشأن يعادة ملايين اللاجئين السوريين لفتة في الوقت نفسه إلى وجود معارضة حادة للتقارب مع النظام السوري من دول منها قطر والكويت والأردن حيث كشفت وكالة السوشياتي دي بريس أن بعض أعضاء الجامعة العربية ومنهم قطر عارضوا عودة دمشق إلى الجامعة ولا يبدو أن الدوحة قد غيرت موقفها بعد الاجتماعات التي عقدت في جدة وفقا للوكالة وتجهلت الحكومات العربية سوريا على نطاق واسع بسبب حملة القمع الوحشية التي شنها رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد المتظاهرين في سنة 2011 وبلغ الانهيار في العلاقات ذروته مع طرد سوريا من جامعة الدول العربية موسيقى